اشتركوا في القناة انا شايفة اليومين دول مخيفة ومرعبة ومهولة للامور يعني منشورات عجيبة خلت الناس بقت يعني منتظرة يوم الايامة او قيامة مصغرة يعني وان احنا كلنا هنهلك يوم الجمعة اولا زي ما بكرر كل مرة علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى يعني الحاجة اللي ربنا ما اعلمناش عليها وما اعطناش اسباب معرفتها بتفضل غيب لكن موعيد الخسوف والكسوف والهلال والايام وغيره ده علم يعرف بالحساب فما فيش فيه مشكلة يعني اما غير ده فده اسمه علم غيب يعني نعرف موعيد الخسوف لكن ما نعرفش ايه اللي هيحصل وقتها وده الفرق بيننا وبين الديانات الاخرى احنا ما عندناش تنبؤات بل بالعكس كمان التنبؤات في الاسلام شرك بالله ويصل الى حد الكفر يعني لو حضرتك رحت العراف وصدقته يبقى بنص الحديث كفرطة بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم المهم خسوف كلي للقمر الدموي العملاق طبعا الاسم الواحده مخيف ودي حقيقة يعني ده يكون بإذن الله يوم الجمعة 27 سبع 2018 الموافق 14 دول قاعدة 1439 هجرية وده اكبر خسوف كلي لمية سنة هيبتدي بإذن الله الساعة 48 دقيقة بتوقيت السعودية ولكن ده اسمها منطقة الظل يعني هيبتدي الخسوف اللي هنقدر نشوفه الساعة 9 24 بتوقيت السعودية بإذن الله وهينتهي كليا بتوقيت 2.5 أو 2.28 دقيقة بإذن الله والله أعلم الخسوف الكل بقى توقيته ساعة 43 دقيقة يعني ساعتين للربع تقريبا لكن ده توقيت خاص بالشرق الأوسط يعني إحنا المرة دي اللي هنشوفه أطول وقت وده برضو هنقف عنده بس مش في الفيديو ده ومن بداية الخسوف لنهايته بالكامل هيستمر 6 ساعات مين بقى هيشوف الخسوف وده المهم والخطير المرة دي الشرق الأوسط كله يعني العرب كلهم آسيا استراليا جنوب روسيا آآ أفريقيا جنوب ووسط أوروبا وشمال أوروبا والشرق وشرق أمريكا الجنوبية الأمر المريب كمان واللي بيجتمع مع الخسوف آآ ظاهرة أخطر وأغرب المرة دي اللي يقال عليه المريخ هيكون ظاهر جدا لكل الأرض وفي أكبر حجم ليه وكمان آآ من مئة سنة فاتت يعني ده حدث بيزود أهمية الخسوف وكمان نضمه للأحداث السماوية اللي شفناها وتكلمنا فيها من شهر شعبان لغاية دلوقتي طيب المهم إحنا بقى كمسلمين بنشوف إزاي خسوف الأمر آآ أولا لن يحدث أي شيء في خسوف القمر زي ما بيرعبونا بعلهم أيام وأنا أول مرة وأكد شيء وأنا عارف أنه طبعا غلط ومش من مبدأي أنه أكد شيء أنه مش هيحصل حاجة ولكن من كتر اللي سماعته وشفته والرعب اللي ملأ قلوب الناس لازم أقول كده يعني فيه ناس كتير بتكلمني الناس مرعوبة وخايفين على أولادنا يعني حرام الكلام اللي بيتعامل في الناس ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الخسوف والكسوف مش بيحصلوا لموت حد ولا الحياة حد ولكن آية يخوف الله بها عباده يعني دي رسالة تحذرية وتدل على غضب ربنا وتخويف للعباد هتقولي طب ما هو بيحصل مرتين في السنة أقول لا حضرتك أنت مفيش تعارض مع الحسابات ومع أمر الله سبحانه وتعالى لأن الأمر مخلوق لوظيفة وربنا قال لنا عليها أنه مقدر بمنازل وقال لنا ولتعلم عدد السنين والحساب بسبب الأمر فهو ماشي في مداره علشان نعرف منه عدد السنين والحساب فكون ربنا يستخدم خلقه في تخويف الناس فده أمر خاص بربنا سبحانه وتعالى فإحنا لو خدنا خلاصة وتفسير الحديث هنلاقي علامة تخويف للعباد والتخويف إنك ترجع بقى تفكر أنت بتعمل إيه غلط تشوف إيه في حياتك تصلحه الكلام ده طبعا على مستوى الفرد أو على مستوى الدول أو على مستوى الأمم كلها كمان يعني الخصوف بيحصل ولكن مرة يخلص مثلا في ثواني مرة في دقائق ومرة في ساعتين زي ما هيحصل فمن الممكن ربنا يجعل الليل صرمدا إلى يوم القيامة زي ما ربنا قال لنا يعني لما بيحصل الخصوف بتنعدم الإضاءة فمين بقى غير ربنا سبحانه وتعالى يأتيكم بضياء والآية بتقول كده فأنت كمسلم تبقى على يقين ومحدش يضحك عليك وتبقى واقف في النص زي ما احنا بنقول يعني لا تقول إنه هيحصل ضمار وزلازل ويوم القيامة وهنموت كلنا ولا تمسك بقى كاميرات وتطلع تهيس وتعمل حفلة وتقول دي ظاهرة فلاكية مميزة ولابد نستمتع بيها لا تبقى كده ولا تبقى كده طب نبقى إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفزع للصلاة والاستغفار وكان بينتبه خوف شديد صلى الله عليه وسلم لدرجة إن السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ وهو بيلبس علشان يفزع ويروح للصلاة ولبس درع للنساء ولما أخذ باله غيره فتخيل بقى أنت النبي عليه الصلاة والسلام يخاف بالطريقة دي فالأمر من ناحية الخوف هو أنك أنت تصلي وتستغفر أول ما يحصل الكسوف أو خسوف لأن ده تخويف من الله سبحانه وتعالى وأمر غير المعتاد يعني أنت على يقين أن مرحلة الخسوف هتنتهي مثلا في المعادة المتوقعة عليها ولا ممكن تستمر ده مش بإيدي ولا بإيدك لكن أقدر أقول لك أنك ممكن تحدد وقت الخسوف لكن ما تقدرش تؤكد انتهاءه إمتى هنحسبها ما فيش مشكلة زي ما هي محسوبة ولكن ممكن ربنا ما ينهيهاش لا بإيدي ولا بإيدك علشان كده أنا بكرر وأقول لكم اتطمنوا ما تسمعوش كلام اللي بيخوفوكم بطريقة خبيثة وطبعا أكيد المقصود بيها فوائد شخصية على حساب أعصاب الناس فهو ما يشغلوش هو عايز فوائد معينة مش عايزة أقولها أنا ولكن على حساب الناس مش مشكلة عندهم يعني مثلا شفت الناس بتتكلم عن التلمود واليهود وأن الخسوف هيتسبب في حرب ليهم وكلام طب أنا مالي بالتلمود وحتى لو أنا خدت الكلام ده طيب هو ده حقيقي والتاني يقول استعده وكأننا نستعد يعني منتظرين الدمار الشامل وواحد تاني يقول العلماء بيقولوا أن يوم الجمعة نهاية الأرض وواحد يقول الخسوف وخطورته على الأرض وللأسف المفترض أن دول مسلمين وعرب طيب إيه اللي احنا بدي عمله بقى عند الخسوف باختصار عشان ما تقولش الفيديو أنك أنت تصلي صلاة الخسوف أو الكسوف واللي اتنين واحد وهم ركعتين بس كل ركعة فيها اتنين ركوع واتنين سجود وبتخلي الأولى أطول من التانية باختصار ومش لازم تصليها في المسجد ولو هنفسرها لكده ببساطة أنت بتتوضى وبتوقف تصلي بتقرأ الفتحة وبعدين صورة طويلة شوية وبعدين تركع وبعدين تقوم من الركوع هتقول سمع الله لمن حمدة ربنا ولك الحمد وبعدين تقرأ بقى تاني صورة أقصر من اللي قرأتها في المرة الأولانية مع الفتحة يعني تقرأ الفتحة برضو وبعدين صورة أقصر من اللي كانت في المرة الأولى الكلام ده وانت لسه ما نزلتش يعني ركعت وقمت تاني قرأت الفتحة تاني وقرأت صورة أقصر شوية من الأولانية وبعدين تركع وبعدين تقوم من الركوع هتقول سمع الله لمن حمدة ربنا ولك الحمد وبعدين تسجد سجدتين عاديين خالص وبعدين تقوم قايم تعمل نفس اللي عملته في الراكعة الأولانية ولكن أقل منها يعني اللي عملته في الراكعة الأولى تعمله في الراكعة الثانية بكل اختصار وبعدين تنتظر وانت بقى في الاستغفار والدعاء ولو أمكن تتصدق وده وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وبإذن الله بعد الخصوف مباشرة هيكون في الجزء الثاني من الفيديو وهيكون مدمج معاه فيديو من تصوير أحد المتابعين ربنا يحفظه ويبارك فيه بكاميرا احترافية وهنشوف مع بعض ونكمل الجزء الثاني وهو المهم الجزء الثاني أهم من ده كمان أنا حبيت في الجزء ده أطم من الناس ولكن الجزء الثاني هيكون فيه معلومات مهمة وسر الخصوف ده وأهميته لأنه هو خصوف مش عادي طبعا مع ظهور المريخ والكلام ده فكل ده هيتشرح في الجزء الثاني بإذن الله بعد الخصوف وفي نهاية الفيديو بحب أتكرر يا جامعة تطم منه إن شاء الله مش يحصل أي حاجة بإذن الله وكل الكلام اللي بيتقال ده مجرد تهويل وبرضو مصالح شخصية وربنا يهديهم الناس دي بصراحة وفي نهاية الفيديو ما تنساش صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي كفاية لهمك ومغفرة لزنبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر